موسيقى 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 وككتاب ايضا اعلام المصر من الكتاب الكبار. اه كان وقتها الاستاذ ابراهيم نافع اللي رحمه اه كان رئيسا للتحرير. وكان الاستاذ زكريا نيل اه مستشارا لرئيس التحرير. والحقيقة هو اه شجعني على اعطاء المزيد من القصص. وكان اه القصص بتتنشر في صفحة اه الثقافة. اه ظهور جديدة كان باش فعلي الاستاذ سرقجوي ده. وكانت بتتنشر في صفحة الجمعة. فاتنشرت لي قصة كاملة في صفحة الجمعة. من هنا بدأ بقى اه مشوار دخول الاهرام كصحافة في لقاء مع المشوار الصعب. اه مشوار مع الاستاذ ابراهيم نافع. اه لانه هو اه اقترح علي الله يرحمه اقترح علي ان انا اه انضمن لأسرة الاهرام. والحقيقة كان مشوار هنا بدأت بقى اه مشوار اللي هو اه اقول انه كان المشوار اه المتع والعذاب والصعود اه والعمل والاجتهاد وحل المعادلة الصعبة بين الاسرة والمهنة. تمام. ربما استاذ مونة رجب الكاتبة الصحفية القديرة. نحن كنا من المحظوظين اه وحضرتك قبلنا طبعا لدخول الاهرام. في وقت كانت الكفاءة المهنية هي المعيار الاساسي لسير العمل وتقلد المهن. فهل تعتقدين ان الاجيال الحالية مظلومة نوعا ما من هذه الناحية? اه لا هو مش ظلم هو بس كان فيه معيار معين اه كان لازم يبقى فيه كفاءة معينة اه كان فيه زكبار اه موجودين. فكان لازم تبي قد التحدي بدخولك الى اه هذا المكان اللي احتوي على الرغب الرهبة. وكان واحد من اهم عشر جرائد في العالم. اه انا فاكرة كويس جدا انه اه كان فيه الدور السادس كان فيه كبار كتاب المصر. اللي خرج بينهم اه نوبل اه استاذ نجيب. طبعا. فانا كنت من المحظوزين ايضا انا لما دخلت الاهرام اتعرفت عليهم وكنت بالتقي في اه مكتب استيسة وفيه الحكيم. كل يوم سبت اه كنا بنلتقي بتلاقي كبار الكتاب. فانت لما بتشوف في القمم اه ازاي هم موجودين وهما بيكتهدوا. لازم يعني على مستوى هذا التحدي. طبعا. فانا دخلت ككاتبة اه وما زلت مستمرة حاليا ككاتبة. في النص بقى في الاول اه في النص وفي الاول اه توليت استاذ ابراهيم اه يعني اكترح عليا ان انا اعمل اه شغل في لانه كان بيستعد للتطوير كبير. فهنا بقى التحدي ان انت يبقى لازم عندك افكار جديدة ابداع. الى جانب الاجتهاد. طبعا. فانا عشان كده بقول دايما مفتاح النجاح. طبعا. الموهبة والاجتهاد والاسرار على الاجتهاد والعمل. يعني الانتاج الصحة فيه اه بيبقى عبارة عن تراكم اه نجاحات. يعني الانسان ما بيبنيش نفسه في يوم وليلة. طبعا. ولا النجاح بيجي في قبضة واحدة. طبعا. فلازم ندرك ان احنا بنعملها سلمة بسلمة. سلمة بسلمة. بس انا كان اه بالصدفة الغريبة ان انا اخترحت الاساس ابراهيم لما عادنا في اول اجتماع. اه قال لي ممكن تدي ايه للاهرام. اه فانا اخترحت صفحة او اخترحت حاجة. مكادش ايامها موجودة في الاهرام. وهو كان بيستعد لدخول اه مرحلة تطوير كبيرة جدا في الاهرام. فاقترحت عليه انه محتاجين نقدم للقارئ العربي والمصري كتب جديدة يعني نعرضها من اللغات الاجنبية. بكده ان انا بقدم له كتاب جديد في كل المختلف المعارف السياسية. ويعرف في نفس الوقت. وقراها واستوعب الكتاب في صفحة. صفحة كبيرة. فهو لما انا اخترحت كده فقال لي انتي اللي هتتوليها. انا الحقيقة وقفت عند الكلمة دي لان انا كنت مسؤولية كبيرة جدا. طبعا. لانه في نفس الوقت عيني نائبة لرئيس القسم الثقافي. وكانت صفحات ثقافية. شوفي قدي له اهتمام كان بالثقافة. اربع صفحات في الاسبوع. فما بين صفحة الكتاب اللي انا توليتها بالتناوب. انا اسبوع. واستاذ محمود مراد اسبوع. وصفحات الثقافة. كنت بعمل بقى حوارات. كنت بعمل قضايا ثقافية. تحقيقات ثقافية. كنت بعمل حوارات مع كبار الكتاب. الاجانب والمصريين والعرب. فطبعا كان كانت مسؤولية مضاعفة. اه استاذة مونة راجب الكاتبة الصفحة ورئيسة جمعية الكاتبات المصريات. هناخد سؤالين كده عن علاقة حضرتك بالاستاذ انيس منصور. وطبعا الاستاذ انيس منصور ده كان الكاتب الكبير المعروف. وما تركه من شخصية. يعني تأثرتي بي ازاي. هقولك حاجة. استاذ انيس منصور انا يعني الحقيقة يعني الحمد لله ان انا نشأت في بيئة استاذ انيس منصور كان كاتب كبير ومفكر. وكان حياته كلها مكرسها للكتابة والقراءة. يعني معظم النهار كتابة وقراءة. معظم الليل كتابة وقراءة. والدتي اللي هي رجاء فريد حجاج رائدة العمل الاجتماعي. كانت زوجته تزوجها في سن صغيرة. واحنا كنا والدي بقى كان الناحية العلمية كان استاذ في كلية الطب ورائد الطب الطبيعي. فشوفي بقى جامعت بين الفكرة الكتابة الفكر العمل المتواصل واهمية القراءة في حياتي. فكنت بشوفه دايما بيعكف على القراءة وعلى الكتابة. وده طبعا ترك اثر كبير. الحقيقة لان هو كان بيقول ان القراءة دي هي الزاد اللي بيتزود بيه. اي حد يحب يشتغل في الصحافة او في الادب لازم يبقى قارئ جيد. طبعا وده حقيقي معلومة هيلة طبعا. كان عنده قدرات انا كنت اتمنى ااخد القدرة دي منه بس ما عرفتش لانه كان ممكن يقرأ كتب مثلا كتابين تلاتة بسرعة شديدة جدا وبعدين يفتكر الصفحة بعد خمس ست سنين يفتكر في صفحة مثلا متين في الكتاب افلاطون في كذا. فكان القراءة فانا طبعا دي خدتها وخدتها كدرسة اول خدت حاجة تانية كمان اللي هو عشق العمل الصحفي. ان الانسان يظل متعلق بمهنته ويظل مهني على مستوى عالي. وان استمرارية العمل يعني كنت بشوفه لحد هو توفى في اكتوبر 2011 كنت بشوف انيس منصور وهو في شدة ضعفه لما بدأ يضعف في السنوات الاخيرة. آآ وآآ جاله مرض في الكلة. الحقيقة كنت بشوفه بيبعت مقالاته منتظم فيها. آآ مواقف العمود. رحمه الله. وفي اخبار اليوم كلا. هؤلاء هم العضوات. لكن والدتي كان لها دور اساسي جدا في غزارة انتاجه. حقيقي يعني. فانا اه. طبعا انها كانت تترك له البساحة للابداع. كل حاجته. صفة يعني لابد ان تتوفر في زوجة تناسب لشخص. فهي كانت سيدة متقدمة عن عصرها. وكانت بتشوف فيه لما تزوجه ان هو لمستقبل. وكانت بتشوف فيه انه ممكن يبقى عنده انتاج غزير. وفعلا هو عنده كتب كتير وانتاج غزير. وآآآ كانت دايما بتعتزل انها بترتب له كل حاجة في حياته عشان يقدر يتفرغ للكتابة. طيب. سؤال كمان وننطلق على حياة آآآ الاستاذة مونة رجب. برضو عن الاستاذ انيس منصور. ممكن تقول لنا سر ثقة آآ الرئيس آآ الراحل السادات في انيس منصور. آآآ هم الحقيقة يعني دي طبعا صفحات كتير قوي آآ مش هيستوعبها البرنامج لكن صفحات من حياتنا كمان لانه آآ انا والدتي من النوع اللي احنا لازم كل يوم نزورها. يعني في حاجة كده آآ خيط من الاحترام والتقدير والمحبة كنت دايما انا لازم اخلص شغلي ولازم اشوف والدتي ولادي متعلقين بيها. احنا كنا اسرة متماسكة جمد جدا. الله يرحم ما يتوفت الزنة اللي فاتت. فكان آآ الرئيس السادات بدأ آآ آآ كان منصور كان ككاتب كبير كان اخد جوائز من الدولة. وكان آآ زي ما قلت لحضراتك غزير الانتاج في كل المعارف. فبدأ يعمل حاجة اسمها اعرف عدوك. يعني بيعرف الناس انه لازم الانسان استطيع ان ينتصر او يتعامل آآ في المنطقة لازم يعرف عدوه. وبالتالي بدأ سلسلة اهتمامات بانه يعرف هو كان ويجيد عدة لغات. ازاي يعرف الناس المصريين بان العدو ما نبضلش جاهلين بيه فلا ندري كيف نواجهه او كيف آآ نواجه المواقف الصعبة اللي كانت بتمر بينا. فالرئيس السادات آآ الحقيقة هو قرب منه قوي. وانا والدتي قربت من سيدة الفاضلة القديرة جهان السادات لانها كانت معاها في الهلال الاحمر. كانوا بيروحوا للجرحة آآ بعد سبعة وستين وبعد تلاتة وسبعين. الحقيقة هو بعد تلاتة وسبعين بدأ الرئيس السادات يفكر انه يعمل مجلة باسم انتصار اكتوبر. اه. يعني كان عايز يخلط هذه اللحظة التاريخية للانتصار على الاسرائيليين او العدو الاسرائيلي حينذاك. فكان اختار انيس. لانه كان اكتر واحد واكتر واحد ان هو يبقى عارف آآ كيف كيف نواجه كيف نواجه آآ التعاملات مع آآ الدولة الاسرائيلية او اسرائيل حينذاك. واختار فكرة مجلة اكتوبر واختاروا لها انها تخرج من آآ دار المعارف. انا الحقيقة اشتغلت معا شوية ككاتبة. وبعدين اتجاهت ان انا اكتب بقى قصصي وآآ كقصصة واتجاهت للأهرام. لكن كان بيخص مجلة اكتوبر كل اسبوع كنا كانت بتصدر يوم السبت. لازم يبقى فيه منشط بتاخدوا عنها الجرائد. يعني منشط حديث مع الرئيس. قبل المبادرة. لأ وانا لغاية الاهرام. قبل ادخولي الاهرام طبعا كنت لسه صغيرة شوية بس كان لازم يوم الثلاثة يتقابلوا. بيتمشوا مع بعض سواء هنا في الجيزة او في ميتة بالكون. كان دايما يستشيروا في كثير من الامور ويتشوروا في الكثير من الامور السياسية. وكان بيتمشوا هما الاتنين بيحبوا التمشية جدا. فكانوا يوم الثلاثة ده مخصص للقاء الرئيس السادات. وبعد كده العمل بقى والعلاقة الشخصية توطدت. والله يرحمه رئيس ادري حق الانتصار. وهو حتى في المبادرة السلام كانت كان بيحج والدتي كان بتحج معاه. كانوا كلموا رئيس السادات وقرر انه ياخد معاه بعض الكتاب الكبار زي استاذ عنيس منصور. استاذ مكرم محمد احمد. انا فاكرة كويس جدا. استاذ يوسف السباعي. ورؤساء التحرير. وكانت مبادرة السلام لحظاتها شفناها طبعا كلنا. طبعا. فلاحظة وفاته كان موجود معاه في المستشفى. وكان موجود في المنصة يوم ستة اكتوبر. وكيف كانت الان. الى الان السيدة جهان السادات كانت صديقة الولدتي. وكنا على اتصال. بس الحقيقة يعني انا عمري ما ما انسى ابدا هذه الثقة الكبيرة اللي حطته له استاذ انيس منصور. وهو عمل كتب ومازال عندنا بعض المخطوطات عن اشياء حصلت منهم. وتسجيلات صوتية بصوت الرئيس السادات. شوفي قد ايه ان هو كان متقدم عن عصره الرئيس السادات. طبعا. هو كان مما لا شك فيه رئيس فض بكل. حقيقي مصري يعني الحمد لله. وعندنا رئيس ايضا فض الآن. هو ربنا بيوهب لمصر رؤساء بيستطيع انهم يكتازوا. هو ربنا بيحب مصر فبيعبروا بيها الحقيقة. على قدر نصرة. الحمد لله. الاستاذة مونة رجب بتتماز بانها شديدة الالتزام والحب والتفاني لعملها. ماذا تعلمتي من اهرامنا العريق وماذا اضفت لها؟ اه الاهرام طبعا مدرسة كبيرة جدا مدرسة محافظة. اه فيها كبار الصحفيين. فيها كان فيها كبار الكتاب. طبعا فقدنا الكسرين منهم رحلوا. لكن انا ما زلت بقول ان انا احنا محتاجين في الاهرام. انا تعلمت لما جيت هنا انه فيه كتاب وفيه كتاب صحفيين. وفيه صحفيين مهنيين. انه فيه درجة عالية من المهنية. سواء الكتاب او المفكرين. الصحفيين. اللي كانوا صحفي الخبري. او الكاتب الصحفي اللي بيكتب المقالة التحليلية. فكان عندنا اول ما دخلت شفت كل انواع التخصصات الصحفية. انا يمكن لاني دخلت ككاتبة مريت بكثير جدا من انواع العمل الصحفي في الاهرام. وتوليت مسؤوليات كبيرة جدا منذ دخولي الاهرام. لكن كنت دايما على ثقة بانه انا بكتب في جرنان مهم جدا فتعلمت الالتزام. تعلمت ان انا لازم ادي المهنتي بكل الصدق والامانة. تعلمت اني لازم لازم اكتب صح واقول صح وبقى صدقة جدا. وانه انت بتتقري في كل حتة في العالم. طبعا. وكان عندنا الاهرام الدولي والاهرام العربي والان. طبعا. فطبعا لازم نبقى مدركين اهمية الالتزام بصدق العمل المهني. ازاي لو كتبت خبر تكتبي خبر صحيح. تسبق الجرائد التانية الصبق طبعا. توليت مثلا كذا مسؤولية كانت منهم مثلا الصفحة الاخيرة. فكان لازم نسبق كل الجرائد وكان لازم افكر ازاي. طول الوقت بفكر ازاي طور شغلي. يعني طورناها خلناها زي المجلة فيها كل الاهتمامات. فكان اللي بيفتح الصفحة بيلاقي كل الاهتمامات الاخبار. دايما عيني على ان القارئ يجد ما يجذبه فيما اقدمه او اكتبه. ودي حاجة طبعا يتمناها كل الصخفية. الكاتبة اللي مشرفانا في استوديو الاهرام الاستاذة مونة راجب الصحفية رئيسة جامعية الكاتبات المصريات. الزوج ودوره في حياة الاستاذة مونة. الزوج طبعا كما نعرف هو الاستاذ عبد الحميد شعير الكاتب الصحفي والمستشار الاعلامي. والاهم شريك الحياة. هل طبيعة عمل الزوج في نفس المجال سهل الكثير من حياتك المهنية. وما الذي لفت نظر كليكما لبعض. شوفي هقولك حاجة برضو عشانا ابقى صدقة. دعم الزوج مهم جدا. لانه يقدر يوفر لك الدعم الراحة النفسية. التفاهم. لان احنا معندناش مقامش احنا كصحافة وفي الاهرام بالذات مش مرتبطين بساعات معينة كوزيفة. طبعا. هي مهنة متطلبة جدا للانتاج. ونقضي هنا الساعات اكثر بكثير من البيت. الانتاج لازم نبقى مدركين انه الانتاج الانتاج متواصل يعني يومي ده جورنان يومي كل يوم عايز شغل. ففكرة والله اول مرة يا ريهم اتسيل السؤال ده انه في نفس المهنة. بس هي هي صدفت ان احنا في نفس المهنة وهو كان منفاصل يعني عن ام الاولاد بقى له كذا سنة كان منفاصل وانا كنت منفاصلة برضو يعني احنا اتنين مطلقين. فالحقيقة انا كنت فاهمة ان ممكن اكرس حياتي بقى الولايدي بامني وبنتي بعد كده. لكن اللي حصل نشأت بنا صداقة. والصداقة دي تحولت الى اه تعاون ودعم. وبعدين اتحولت لزواج. والزواج الحمد لله لانه في تفاهم الظروف بعض. فالحمد لله لزروف المهنة طبعا اه كان فيه دعم كبير منه جدا. وكان فيه حب وكان فيه صدق وكان فيه بنتكلم بصراحة في كل حاجة يعني. وما فيش تجربة اولاد بينكما غير اه ابنك وبنتك الحاليين. لا هي بنتي وابني من والدهم دكتور اسز في كل التب بتوفى منذ ثلاث سنوات. رانا رانا صحفية في الاهرام الحمد لله مكتهدة جدا ونكحة. وابني الحقيقة رئيس مجلس ادارة شركة ايكوا. وعنده مطبعة وعا بيدخل الحياة من النشر الكتب برضو. شوفي. هتلاقي الجينات. الجينات. لكن احنا لكن احنا كنا مكتفيين يعني هو كان عنده ثلاث بنات من زواجه السابق. وانا كان عندي بنت ولد. هل كلكم كنتوا في بيت واحد ولا? لا. الحقيقة لا هو كان عبد الحميد عشان البنات كانوا صغيرين فبقوا مع الام لكن على كل يوم تقريبا مشوفهم. وانا حبيتهم جدا لانهم لطاف جدا. وانا بطبيعتي يعني عندي الجانب الانساني عالي جدا. فاعتبرتهم كما لو كانوا بناتي بجد. والغاية دلوقتي الحمد لله علاقة طيبة جدا وبحبهم جدا وهو بيحبه ولادي هما بيحبه. يعني بصي اهو الانسان كمان لازم يبقى مش بس محب العمل ومحب لأسرته. محب للحياة. محب للناس الكويسة الاخرين. فكرة ان يبقى عندك طاقة حب وطاقة انسانية. غير لما تعودت شاي طاقة سلبية طول ما انت قاعدة. اه الكاتبة الصحفية رئيسة جامعية الكاتبات المصريات. الاستاذة مونة رجب. ماذا تقول لزوجها? اقول له ان كانت اه رحلة اه رحلة نكحة زواجنا الحمد لله. الحمد لله. كم سنة اه استمررتم مع بعض? اقول لك طيب اول مرة حد يسألني السؤال ده سبتة عشرين سنة الحمد لله. ماشاء الله. الحقيقة يعني لا الحمد لله في تفاهم وفي تقارب فكري. وبعدين هو انسان محب للحياة جدا. اه. عنده طاقة كمان للبساطة في الحياة بيبسط كل شيء. يعني انا بفكر كتير قوي هو بيبسط الامور فاحنا كملنا بعض بقى. كملنا بعض. يعني عارفة. اللي هو مش لازم يبقوا ايدنتيكال. يعني ده ما انا اقول ايه. مش لازم يكون متطابقين ولكن مكملين. يكملوا بعض. عشان الحياة تستمر لازم الاول نتفق على مبادئ. صح. ان احنا نبقى متفاهمين. اه كل حاجة بالتفاهم. احترام نحترم. نحترم بعض. طبعا. عمر ما فيه كلمة بيننا قد كده وحشة. يعني ما بنقولش كلام سيء ابدا. حتى في احلك المرينة بظروف كتير قوي مع بعض صعبة جدا. طبعا. اه. الحقيقة الحمد لله يعني فيه احترام فيه تقدير. فيه. فيه صداقة. اه. اه. انا بقول دايما يعني لو الزواج تحول العيشة تحولت لصداقة. اه. الناس بتستمر بشكل حلو. ده حقيقي. ده حقيقي. اه. حدثينا عن ابنائك بقى وكيف اه سهمت اسرتك بقى ابنك وبنتك في تكوينك برضو المهنة. اه. هقولك حاجة. وهل شعرت بيوم انك يعني ندمتي على عدم اتاحة الفرصة انك تضلي بجوارهم. لان انا عارفة يعني ايه صحفية. اه طبعا. صحفية يعني هي ملك الجريدة. ايه. قبل ان تكون ملك بيتها او اولا. بس عارف اقولك حاجة يا استاذا ريهام. اه. من الحاجات اللي انا عملتها بشكل تلقائي ان انا رتبت اولوياتي. اه. رتبت اولوياتي بحيس ان انا قلت وليدي وبيتي وعملي. يعني رتبت بحيس ان انا قلت لان انا لو كرست كل حياتي فيه بيكرسوا حياتهم كلها للمهنة. طبعا. بيفقدوا الجانب الانساني. بيفقدوا حاجات حلوة كتير في الولاد. والحياة بتبوز في الاخر. اه. حاجة جات على حاجة فالكفة. وممكن الولاد في يوم من الايام يحسوا ان انتي احملتيهم. انا مكنش ممكن اعمل كده. دايما باجي على نفسي عشان هما يحسوا ان هما الاول. المعادلة دي معادلة مهمة جدا. لازم كل واحد يدركها. انه بيته لازم يبقى فيه حب ويبقى فيه اهتمام ورعاية. لان بالطريقة دي هما نفسهم بيساعدوك. بالزبط. والاهم ده كل منهم يا شعوروا يا استاذة مونا بحجم التضحيات اللي الام بتقدمها. اه طبعا. علشان ده هيساعدها نفسيا. وخلي بالك السنين الاولانية دي انت بتبني انسان. يعني مش بتبني ابنك ولا بنتك بس. انت بتبني انسان كامل المسؤولية بعد كده. بالزبط. اذا اديتيله غرستي فيه المبادئ والقيم والحب وديتيله الرعاية. حيبدلك الحب والرعاية بعد ذلك. انا برفض فكرة ان الاطفال في السن مبكرة يبقوا في ايدين الشغالين. اه. لازم الام. لازم الام هي. شوف احنا كمان من نعم ربنا علينا في شغالينا ان احنا ما عندناش اه ساعات كتيرة قوي طويلة من العمل. يعني انا اه بتلاقي نفسك مثلا ممكن تيجي اربع ساعات خمس ساعات تدي في شغلك وبعد كده بتكرسي نفسك بقى مذكرتهم رعايتهم اه. صحتهم. فيه فيه اربع خمس سنين في الاول اللازم الام تبقى موجودة فيها. الزبط كده. لازم. وبعد كده بقى هي تنطلق في العمل وهما وهم وهم بينطلقوا في حياتهم بس دايما فيه هذا هذه الرابطة القوية. اللي هي الحب والقيم مع بعض. الرابطة دي حتى لان موجودة اه انا دايما اقول اهم حاجة تعمليها في حياتك ان انت تنشئي ابناء يكونوا عندهم قيم ويكونوا محترمين. لان بعد كده لما انا بتدي اكبر بقى بعد كده هما بيقدروا بقى ان انا كنت ببقى معاهم في اللحظات الصعبة لو حد فيهم تعب لو حد عمرك ما تهملي ما تهملي ولادك على حساب حاجة تانية. بالضبط. ولا تهملي شغلك كمان لكن ترتيبي الاولويات بس. بالضبط كده. بالضبط كده. بترتبي اولويات. قبل ان نغلق هذا الحوار الشيق مع كاتبة الصحفية المتميزة القديرة الاستاذة مونة رجب رئيسة جمعية الكاتبات المستريات. بتشوفي حجم الانجاز اللي بيتم في بلدنا. اه يعني بصراحة الواحدة عمره ما كان بيشوف حاجة زي دي قبل كده. يعني على كده اه مرحلة يعني في فترات رئاسية مختلفة. مرت بينا طبعا. مرت بينا. لكن هذا الرئيس هو كمان يمسك عصى او اه كأن الله سبحانه وتعالى يضيف له من القدرات قدرات الخارقة لفعل كل ما مراءة الان على. والله يبصي هقولك حاجة انا مقتنع جدا بانه الرئيس عفتاح السيسي زعيم. وليس فقط رئيسي. انا بحس ان هو زعيم اه لمصر. اه مهتم بكل انسان. بكل. ووطني جدا. ووطني جدا وشجاع جدا. ايه. وصابق لعصره. يعني بيبص دايما لقدام. انا بيتهيالي الاربعة عشرين ساعة هو بيشتغل فيهم. انا دايما بقول. تمانية واربعين ساعة. يعني انا ساعة اقول ربنا يدي له الصحة عشان بيتحرك بمصر بسرعة جدا. بالضبط. اه بتحقق اللي هو وعد به. اه. انا بعتز به جدا وفخورة به جدا لما قدمه من دعم للمرأة. كلنا كلنا. من دعم للمرأة. دائما اه بيدعم المرأة عشان اديها الاحترام والمكانة. اتمنى ان كل مسؤول في مصر يبقى على غرار هذا الاحترام. والمرأة كمان شهدت في عصره يا استاذة مونة. اه. يعني تطور لم يسبق له مثيل من قبل. كنا كنا بنطلب ان احنا بقى عندنا قادية بقى عندنا قادية. كنا بنطلب محافظة بقى عندنا محافظات. كنا بنطلب زيادة عزد الوزيرات بقى عندنا تمانية. نواب مجلس الشعب النائبات النهاردة ما شاء الله سبعة وعشرين مية. يعني انا شايفة انه احنا بنتحرك بتخطيط مستقبلي لمصر اللي جاية تبقى احسن. ايوة انا شايفة. فانا بتمنى ان احنا كلنا نبقى ايدنا معاه ونبقى. بالعمل 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 بالعمل. لانه. طبعا. 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 ما فيش حتى قاعد هينتظر ان يتم كل شيء الا اذا ما اه لم يمت بالعون في وطن ومصر. بالزبط. بالزبط. اه. الامنية بقى اللي تتمنيها لمصر ومستقبل مصر. واحفادك طبعا ومستقبل احفادك. حضرتك عندي احفاد عندي بنتين رجاء وامينة. رجاء وامينة. من رانا بنتي رانا جوهر الصحفية في الاهرام. وعندي عمر ومنا وهنا من ابني محمد جوهر. بسي هقولك انا بتمنى لهم ان مصر تبقى كما نراها الان يعني دولة لها مكانة كبيرة عالميا. اه. اه. كل انسان يعني فيها يجد له اه كرامة وحياة افضل. اتمنى مستقبل مصري بقى مش كزام احنا بنحلم بي دلوقتي. يعني يطلعوا يلاقوا البلد في حال افضل لان احنا مرنا بظروف صعبة جدا من 2011. اه. فيه ناس اتناس كتير زي العشوائيات. اتمنى ان مصر دي تبقى تاخد مكانتها الدولية. اتمنى ان المرأة المصرية تسعد اكتر واكتر. وتاخد النسب الاكبر اللي هي النص. اه. انا لسه بقول في عندنا قوانين كتير بتمنى انها تتحقق للمرأة. سواء على المستوى للقوانين الاحوال الشخصية. او على. وبرضو في قوانين الاحوال الشخصية خصل طبقا. والتحرش. اه. الحقيقة انا مادرش اقول الا ان فيه. التحرش ده. اه. تحرش. يعني فيه العنف ضد المرأة. انا فيه ضد حاجات كتير انا بكتب فيها انت عارفة حتى في العرامة غلاتي كلها. اه. يعني انا بتمنى اليوم اللي يجي يوم فيه يبقى الرجل بيحترم المرأة. اه. بالشكل اللي يليق بيها. في كل مكان في المواصلات وفي الشارع. وان مصر تبقى تاخد مكانتها دوليا. وطبعا بنتمنى ان احنا نخلص من كورونا وان السياح هتعود تاني. ونبقى عندنا اه. دخل اكبر وانتاج اكبر والمصريين كلهم يتمتعوا برفاهية. ان شاء الله طول ما بنشتعل وبنعمل وثقتنا في رب العالمين وفي رئيسنا وقيادتنا وبلدنا وجيشنا وشعبنا. ان شاء الله مصر دي هتكون على يعني مش هنقول على قدر العالم هي هتكون احسن من اي دولة في العالم باذن الله. باذن الله ولازم بردو نبقى حذرين يا سازة ريهام ان احنا ما زالت هناك تحاجة مصر مستهدفة. لازم على وعي. لازم على وعي ان الدولة دي قوية بشعبها وبرئيسها مع بعض وبجيشها وبشرطتها. طالما احنا كلنا واقفين جابها واحدة. ان شاء الله هنعبر كل الصعب. ان شاء الله. احنا بنشكر الكاتبة الصحفية ورئيسة جمعية الكاتبات المستريات الاستاذة مونة رجب. اللي كانت مشرفانة في برنامج هوانم الاهرام على راديو الاهرام. وشرفت وصعدت بيها. انا ريها مازن. الحوار كان اكثر من ممتع. بشكرك شكرا جزيلا يا استاذة مونة. ودايما يعني بنتمنى لك كل السعادة ورمضان كريم. كل سنة وانت طيبة. والمستمعين طيبين والاهرام دايما بخير. اللهم امين يا رب. وبلدنا بخير يا رب. ان شاء الله. وكل سنة وانتو طيبين مستمعين مستمعي راديو الاهرام في كل مكان. وحلقة جديدة ان شاء الله هيشرفنا فيها ضيفة جديدة في برنامج هوانم الاهرام. تحياتي. موسيقى